بعد شد وجذب بين أطراف الأزمة في السودان المبادرة الإثيوبية تحرك المياه الراكدة بعد إعلان قوى الحرية والتغيير موافقتها على بنودها والمضي خطوة نحو الاتفاق رغم وجود تحفظات من قبل مكونات أخرى في قوى الحرية المجلس العسكري الانتقالي لم يعلن رفضه المبادرة الإثيوبية بعد لقائه الوسيط ولكنه أبدى تحفظا على وجود مبادرتين إثيوبيات وإفريقية واحدة من الوسيط الإثيوبي محمود درير وأخرى من مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن لبات وطالب بدمجهما في مبادرة واحدة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي قال مستر إن تحفظ المجلس حاليا في الوساطة وليس في تفاصيل التفاوض بهدف توحيد الجهود والرؤية على حد تعبيره المبادرة الإثيوبية تتضمن الالتزام بالمتفق عليه مسبقا بشأن المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي على أن يشكل مجلس السيادة من 15 عضوا ويكون مناصفة بين الجانبين 7 زائد 7 بينما يتفق الطرفان على العضو الخامس عشر بحيث يكون شخصية مدنية مستقلة تشمل المبادرة أيضا مقترح الرئاسة الدورية بمعدل 18 شهرا لكل طرف وأن يتكون مجلس الوزراء التنفيذي من 17 حقيبة من تكنقراط يتم اختيارهم على أساس الكفاءة فيما تحدد المجلس التشريعي بـ 150 عضوة نصيب قوى التغيير 67% من المجلس التشريعي والقوى السياسية الأخرى تشارك بنسبة 33% وبين الموقفين تترقب الساحة السياسية السودانية بحذر ما ستأول إليه نتائج الوساطة لتقريب وجهة النظر بين المجلس العسكري وقوى التغيير ترجمة نانسي قنقر